خلينا بقى نبتدي أخبارنا النهاردة هنتكلم في أول خبر عن قمة بين السيسي وميركل لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه المكثف في ألمانيا حيث يلتقي اليوم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لبحث عدد من الملفات لسيما الدعم الألماني لمصر في الاقتصاد وتطوير التعليم وصرح سامح شكري وزير الخارجية بأن لقاء الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية اليوم سوف يتناول جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية كذلك الضمانات التي تقدمها برلين لتحفيز الشركات الألمانية للعمل بمصر بالإضافة إلى دور ألمانيا في دعم القاهرة داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا تتطرق القمة إلى الأوضاع الإقليمية والدولية أتمنى إن شاء الله عودة سلمة لرئيس عبد الفتاح السيسي عودة مكللة بالمزيد والمزيد من الاتفاقيات الناجحة جدا بين ألمانيا وبين مصر ترجمة نانسي قنقر